جددت تأكيدها ان التسوية السياسية هي الطريق العملي الوحيد للخروج من الازمة في سوريا وقالت المتحدثة باسم خارجيتها هواتشون يينغ خلال مؤتمر صحفي ان الحل السلمي اظهر زخما ايجابيا مشيرة الى ان المجتمع الدولي يحضر لعقد مؤتمر حول سوريا معاربة عن املها في ان تغتنم كافة الاطراف الفرصة وان تعمل معا لضمان عقد هذا المؤتمر ودعت كافة الاطراف الى دفع عمليات التسوية السياسية قدما على نحو مسئول وتجنب اتخاذ اي اعمال من شأنها عسكرة الازمة في سوريا وفيما يتعلق بمزاعم استخدام القوات السورية اسلحة كيميائية اعربت عن امل بلادها في ان تزري لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للامم المتحدة بشأن سوريا تحقيقات عادلة تتماشى مع القانون الدولي وقرارات مجلس الامن ذات السلحة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر